السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو ان شاء الله سوف نرى معكم در الشخص بوحد طريقة مختصرة يعني ستكون مركزة على الحويج اللي خسكم بتاخدوه ان شاء الله فهذا الوقيته هذي بالخصوص لان انا ما بقاش بزاف متاح الوطني بالنسبة للشخص شفنا فيه ثلاثة المحاور المحور الاول اسمته الشخص ولوية المحور الثاني الشخص بس فيه قيمة المحور الثالث الشخص بين الضرورة والحرية بالنسبة لمحور الاول شخص ولوية فقد لا تدفع нам سؤال الاساسي مثل ما اساس وية الشخص سوف نقرر من مليك عن نفس الشخص شفنا في ثلاثة glauben كان ديكارت يعلم교ًا ما اساس وية الشخص والفكر كان شون di vidas خلو اللاه قولنا mattered تجاهدان الحواصر والشعور لذا كان شونك直 Maurice ولا تقبل شÉ خلو اللاه كان شوني 67 reach من هوEr هو ان شاتك كان رجئيا بالنسبة لهم ان يحرير العقل راكيد تفقد. ذاكرة راكيد تفقد. سفى اخوان ذوك ثلاثة المواقف. بالنسبة لديكارد كيفش كيف يفسر لنا العقل هو اساس ويات شخص. انطلاقا من ذاك الكوجيتو دياله. انا افكر اذا انا موجود. كي يقول لك اودي انا كنفكر. بالتالي كانت بتل وجود ديالي عن طريق العقل. سفى ذوك اباينة مني كانت بتل ويا شخصية ديالي را كانت بتل وجود ديالي. وكي يقولنا بان العقل هو نور فطري. يعني الانسان مني كي تزاد من الولادة دياله. العقل مزود مجموعة من الافكار. بخلاف تجلوك. تجلوك يقولنا بان العقل صفحة بيضاء. يعني العقل بحضورة ما كافيش باش نتبتل وجود ديالنا وهو هي شخصية ديالنا. يقولنا ضروري خصنا نزيد ما يسمى بالحواس. الحواس را معروفين انا خمسات الحواس. السماء الباصر. الشم الدوق النمس. كي يقولنا الفكر بحضورة ما كافيش. نزيد الحواس. واي أوبراسيون درناها نحن في التجارب ديال حيات اليومية ديالنا. كي يكونوا فيها مجموعة نجوش الحواس. الفكر زائد الحواس. اي حاجة انت دا بدرتها في الحياة ديالك. اي تصرف درتيه. را ضروري كتستخدم فيه الفكر. والحواس امامته. ذلك هاد الفكر وهاد الحواس من بعد من يقدز واحد المودة كي ترسخه في الداكرة. ذلك الشيء كنقول بان اساسوية شخص هو الشعور والداكرة. صفحة اخوان اركزوا على جوش النوقات. ديكارد يعتمد على العقل. تقول له كي اعتبرنا بان العقل صفحة بيضاء. كي يقولنا العقل رخاوي. ذلك ما غاديش نقوله علي باش نقوله بانوية شخص تتأسس انطلاقهم العقل. كي يقولنا ضروري نزيد ما يسمى بالحواس. يعني كنفكر وميمطو را كنستعمل واحد الحاسة. ما يمكنش نفكر وانا ما مستعملش واحد الحاسة. مرتبطة المعباضياتهم. ومن يقدز واحد المودة را كيترسخه في الداكرة. هادو جوش المواقف. بالنسبة الموقف الاخر ديال شوبنهاور. هذا كي اعتبرنا بانا الارادة بوحدها. اللي كذب القاتب تم عمر الزمن. كي يقولنا بانا الحواس خرينها كي يتغيره. كي يقولنا الارادة هي نوى توجود الانسان. الانسان توجد بهذا الكون هذا بالارادة دياله. عنده ارادة المال. عنده ارادة الجنس. اي حاجة كتخليه يعيش. راه الارادة اللي خلته يدير هذه الامور هذي. هلش ماتلا. كتلقى شي واحد ما كيعرف شي عم كيتلح في البحر. انفو كي بدأ كي يغرق كي حاولي تقراسه. ذو هذه هي الارادة. ما كتخليه شي يموت. ارادة الحياة كتخليه استمره انه يعيش. سوف اخوان. ذو كديكارت كي يقولنا باناويات شخص تابيطة. تجلو كذلك كي يقولنا باناويات شخص تابيطة. شوبنهاور كي يقولنا كذلك تابيطة. غير بالنسبة شوبنهاور. كنتر هو تجلو كي يقولنا باناويات شلي كي يقول تجلو كي يبقاش دي ما تابيطة كيتغير. بمعنى ديك الذاكرة اللي كي قلنا تجلو كيدفع لها. رك تغير مع مر الزمن. بالتالي اللي هي شخصية عندهم رمو تغيرة. كي يقول لك انا بوحدة لاندي تابيطة لانني كنقول ارادة كتبقى دائما تابيطة مع مر الزمن. هذا شلي كي في المحور الاول. بالنسبة المحور الثاني الشخص بس في قيمة. هنا غاد نحاول نشوفوا شنو اللي كي اسس لنا القيمة. غاد نطرحوا واحد سؤال من اين يستمدوا الشخص قيمته. يعني الشخص منين كي يجيب القيمة. عندنا امروين كانت. هذا كي يقولك بانا الشخص غاية في ذاتي. بما القيمة دياله عنده فدات دياله. انطلاقا من كونه كائن عاقل مميزة جميل كائنة الحياة الاخرى بهذا العقل هذا. لذلك من لازم امروين كانت. كي يهدر من واجب اخلاقي. كي يقولك من الواجب عليك تحترم اي انسان انطلاقا من ذاك العقل اللي عنده. لانه مميز كما قلت لكم. ان باقي الكائنة الحياة الاخرى. كي يقولنا بانا الشخص هو غاية. ماشي وسيلة. مكنستعمله كواسيلة بحال جامل اشياء. مني كنحتاجوها. كنقضيو بها الغرض. مني تعتبر غاية في ذاتي. كما بيكون نوع ديالو. كما بيكون شكل ديالو. كما بيكون مكان اجتماعي ديالو. خاصنين نحترمو نعطيه قيمة. كي الموقف الاخر ديال غوصدورف. هذا ضد يقولنا بانا الشخص باش تكون عنده قيمة. ما خاصوش يعتمد على الدات ديالو. ما يعتمدش العقل ديالو والدات ديالو اللي عنده في الداخل ديالو. خاصو يجيب القيمة انطلاقا من الاخرين. كي يقولك ان الشخص يستمد قيمته بانفتاء على الاخرين. من الواجب عليه انفتاء على الناس. ويتضامن معهم ويتعاشر معهم ويتعاون معهم. عاد باش يعتوه قيمة. اترى احد يحتاج لطفق العملو أي واحد يحتاج للخدمة اترى اترى. هذا هو الانفتاء على الاخرين. تكون اجتماعي. هذا الانفتاء على الاخرين. هو كله اللي يعتقد قيمة حسب غوصدورف. هذا من المحوار. بالنسبة الأمر في الاترة. سنرى هل الشخص حر؟ أم خادر يهم الشخص يكون حر؟ ثم يكون غير حر بما خادر بالنسبة لسارتر سارتر يقولنا بأن الشخص حر لماذا؟ لأنه إنسان مشروع ما نقصد هذا المثال إنسان مشروع؟ بمعنى أنه قادر يطور نفسه بنفسه بدون تدخل من الآخر كيف تكون الظروف العراقيل؟ هو عنده حرية يتجاوزها ويتغلب ويتعالى عليها عن طريق الشغل والحركة لأن الإنسان لديه حرية مطلقة بإمكانه أن يحدد مصيره بنفسه لأنه إنسان مشروع برغم تواجد كل العراقيل الحواجز أرى ممكن يتجاوزهم لأنه لديه حرية مطلقة بالنسبة لسبينوزا هذا لا يؤمن بالحرية يقول أن حرية الشخص مجرد وام الشخص لا يوجد حرية يقول أنه كان تخيل هنا بأنه لديه حرية إنسان كيف يتحكم في النوم؟ أرى ما يتحكمش أرى ما يبغيش ناس؟ ضروري أن يأتي واحد الوقت تخصوين ناس ذوك هادو كيتسمو بظروف بضرورات بشروط لما تخليش الإنسان تكون لديه حرية تكون لديه حرية لأنه حر ولكن لا مجرد وام لديه حرية مثلا في الأكل كيف يأتي لديك الجوع؟ كيف تتحكم في هذا الجوع؟ لا لديه حرية لديه حرية لديه حرية لديه حرية إخوان لديه حرية لديه حرية لديه حرية بشكل مختصر أتمنى أن لا ترفق الجميع السلامة